التجويع أو حرمان المدنيين من الطعام عمداً ممنوع بحسب القانون الدولة الإنسانية بس العالم كله عم بيشوف كيف الاحتلال الإسرائيلي عم يمنع وصول الطعام عمداً عن أهل غزة من اللحظات الأولى ل7 أكتوبر كان في حملة إسرائيلية ممنهجة لنزع الصفة الإنسانية عن أكتر من مليونين ونصف مليون فلسطيني بيعيشوا بالقطاع المحاصر من 17 سنة الاحتلال وصف أهل غزة بالحيوانات قيادتهم أعطت الضو الأخضر للجيش الإسرائيلي لمنع وصول الإمدادات الغذائية للقطاع المتصل مع العالم الخارجي فقط من معبر واحد هو معبر رفح مع مصر وأربع معابر مع الأرض المحتلة هي معبر بيت حنون بالشمال معبر الممطار للبضائع معبر كرم أبو سالم معبر صوفة بالشرق كل هالمعابر مسكرة حاليا وشفنا كيف لما سمح الاحتلال بدخول شاحنات الإمداد كان مشهد شكلي لأنه اللي دخل ما بيسد شيء من حاجات السكان ليوم واحد فكيف بهيك أوقات بعد شهور من الحصار والتجويع إغلاق معبر رفح المستمر أدى لمهزلة الإنزالات الجوية اللي صارت من أسباب موت الغذيين إذا نزلت بغزة كتير مرات نزلت بمستوطنات غلاف غزة وعلى شواطئ الأرض المحتلة وبعدها وصل على شواطئ صور بجنوب لبنان اللي بعيدة حوالي 200 كم عن غزة التجويع كسلاح عم بيبين أثروا أكتر شيء بشمال قطاع غزة اللي فصلوا جيش الاحتلال عن بقية مناطق القطاع بعملية عسكرية استخدمت فيها قوة نارية هائلة الهدف كان دفع السكان لهجرة طوعية بس أكتر من نصف مليون غزة بقيوا بشمال القطاع وأفشلوا هالمخطط بس حاليا عم نسمع أخبار استشهاد وعم نشوف مناظر فوق الخيال بسبب سياسة التجويع من شمال غزة الجوة حرفيا عم يفتك بالناس في أطفال ومسنين استشهدوا الناس من قبل رمضان أصلا عم يوقعوا بالشوارع من قلة الأكل والتحذيرات من مجاعة ومخاطر سوق التغذية عم بتزيد كل يوم بس العالم عم يتفرج كيف أهل غزة عم يكلوا علاف الحيوانات والأعشاب وأخصان الشجر وكيف عم يطحنوا الرمل اللي يعملوا خبز يسندهم بوقت الاحتلال عم يرتكب مجازر يومية بالناس اللي عم تجمع لما بيكون في حديث عن إدخال مساعدات جديدة ما عم بتجيب للغزيين إلا أسباب جديدة للموت رح يكون صعب على الأجيال الجاية تصدق أنه بسنة 2024 جاء أهل غزة ومات البعض منهم بالجوع بينما دول العالم في منها عم يتفرج في منها عم بيعمل إنزالات جوية شكلية ولا في حدا قدر فعلا يوقف التجويع اللي عم بيخلي أهالي غزة عم بيدوبوا مباشرة على الهواء